السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الخبارية نحييكم في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث والتي تاتيكم من أرض الكويت الشقيقة أرض المحبة والسلام والتي تاتي أيضا تزامنا مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله إلى دولة الكويت الشقيقة في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي الكريمين الدكتور فهد الشليمي رئيس منتدى الخليجي للأمن والسلام والدكتور فهد العقران رئيس الحرير صحيفة المدينة أهلا وسهلا بكم دكتور فهد الشليمي رحل فيك في بلدنا وفي محلنا ومحل لكم أيضا ونتحدث بداية دكتور فهد عن العلاقة التاريخية ضاربة في جدر التاريخ ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة نتحدث عن الدولة السعودية الأولى ارتباط منذ حوالي 200 عام تقريبا ما بين الدولتين تلا ذلك العديد من أحداث التاريخية التي أثبتت عمق هذه العلاقة أولا نحياكم الله بين أخوانكم وبين أهلكم وإحنا سعيدين المرة الثانية نقولها إن شاء الله وعدة مرة سعيدين بتواجدكم معنا وسعيدين بزيارة خادم الحرامين الشريفين أفرحنا الله يجزاك خير كنت شفت الأسواق وشفت بعض الأماكن كلها حاطين الإعلام السعودية والصور والعالم مستانسة صراحة فيها أجواء من الفرح وترحنا نفرح يعني إذا جيتونا على فكرة حتى من الأخوة في المملكة العربية السعودية العلاقة السعودية الكويتية يعني هي علاقة أهل علشان نكون واضحي كل عائلة كويتية تلقى لها ارتباط يعني قرابة ولا واحد يقرب لها ولا واحد ينهلها موجود في السعودية وأم قريب من الحسى ولا اللي فيه نجد فيعني تجد دائما يعني العلاقات ما هي بعيدة عن بعض بدأت الدول وتشكلت وتأطرت في إطارها الأساسي طبعا كانت فيه خلال الأربعينات فيه اتفاقيات وفيه أيضا الحقيقة علاقات نعم وصلت إلى أن هناك توقيع معاهدات للحماية أو للتعاون جميل أذكر على نقطة مهمة يعني الشيخ مبارك الصباح المؤسس الدولة الكويتية الحديثة كانت لعلى علاقة وثيقة جدا مع الملك عبد العزيز المؤسس الملك السعودة لا يرحم ويقول يولده حمود هو مواليد الكويت على فكرة يعني شوفوا شون العمق يعني فأعتقد إلى أن وصلنا إلى أصر الاستغلال وزارنا الملك السعود الله يرحمه في زيارة كانت تاريخية ومسجلة بأفلام الفيديو رح يعرضونها اليوم في فيلم وبعدها بدأت نقطة مفصلية في التاريخ هذه العلاقات غزانة صدام حسين ولجأ الشعب الكويتي إلى المملكة العربية السعودية يعني غالبية المواطني اللجأوا للسعودية فكان الموقف السعودي موقف مشرف يعني جدا هذا مأثر إلى الآن ترى فيه نفوس وضمير الكويتيين لما تجي تستغبلك الجمعيات الخيرية ويستغبلك الملك كان وقت أمير الرياض ولده الله يرحم وفاهد كان أيضا يفتر على العوائل الكويتية ولما يفضي اسكان المعذرة وكان مخصص لناس آخرين يسكن فيه العوائل الكويتية والعوائل تسكن فيه اسكان الدمام هذه نقاط لا زالت محفورة الحقيقة في ذاكرة الكويتيين التعاون اللامحدود القدرات العسكرية السعودية وفرت موانئها ومطاراتها وجهودها كلها لخدمة غضية تحرير دولة الكويت السعودية ضربت بصواريخ على شان الكويت هذا الشيء مقدر بالنسبة لنا جدا مأثر في الكويتيين لأنه هو الامتحان الامتحان العسير اللي أصابت دولة الكويتية الحديثة وتفوقت فيه بمساعدة شقيقة المملكة العربية السعودية والأشطار الخليجية جميل دكتور فهد يعني بالحديث عن هذا الموقف التاريخي للمملكة العربية السعودية تجاه الشقيقة دولة الكويت المعروف أنه علاقات دولتها غالبا على المصالح وكان هناك علاقات جوار علاقات ترابط أيضا علاقات قرامة بين الأسر السعودية والكويتية كما هو الحال في بقية دول المجلسة التعامل الخليجي ولكن منقف المملكة العربية السعودية في ذلك الحين والألا نستذكر أيضا ما ذكره الملك فهد رحمة الله عليه حينما ذكر أنه أما أن تعود الكويت أو تذهب السعودية معها هذا يتجاوز مرحلة أنه هناك علاقات طبيعية أو عادية نتحدث عن علاقات غير اعتيادية على مستوى الشعوب الدول أولا بسم الله الرحمن الرحيم نرد التحية بمثلها لأخواننا وأهلنا في الكويت وحنا حقيقة اليوم سعداء جدا بوجودنا في دولتنا ومع أهلنا وربعنا في الكويت وعندما نتكلم عن العلاقات السعودية الكويتية هي علاقة حقيقة علاقة من الصعب الحديث عنها لأنها علاقة مميزة ومختلفة ولها أطرها ولها أسليبها هذه العلاقة أنبنت على مراحل وعلاقة من الصعب انتقلنها بعلاقة دولة بدولة أخرى بل المملكة العربية السعودية والكويت تعتبروا نفسهم بلد واحد وما حدث في حرب الخليج ونوى عنه الدكتور حقيقة كان هذا الثمر الذي تبين هذه العلاقة وقوة هذه العلاقة بين البلدين صحيح كان المملكة لها موقف لكن كان نابع من واجب وليس من أن تقوم أن العلاقات أو أن هناك اتفاقيات مسبقة بالتعاون لكن هذا أخذته من جانب الواجب واجب أخوي وتاريخي وواجب وطني وواجب إقليمي وواجب مع أهلنا وربعنا يعني كأننا ندافع عن بلدنا ما ندافع عن بلد آخر وليس بلد آخر وبلدنا بالتأكيد وكانوا الأخوة الكويتيين حقيقة كانوا ضربوا أفضل الأمثال لأنه ردوا الجميل بمثله وكانوا هم رائعين في تعاملهم وتعاونهم مع السعودية في مجلة أخرى ويمكن أكبر دليل ما يحصل الآن في حرب أو الوقوف مع اليمن الكويتيين كانوا من أول الأواء للناس الموجودين وهذه ليست الرد الجميل بالجميل ولكن هذا يعطيك مثل على قوة العلاقات وأصالتها والتميز بينها والتميز بين حتى الشعوب أو نفسهم أنا أحس اليوم وبصدقه بأمانة وكاني في بلدي وكاني في الرياضة وكاني في جدة يعني لم يختلف علي شيء وأعتقد نفس الشيء موجود عند الأخوة الكويتين اللي كلنا يسمعوا أمس وفي المناسبات وما وراء الكواليس والعلاقات الحميمية الاستقبال الرائع العمل السياسي المشترك القوي هم الآن المملكة العربية السعودية والكويت هم يعطون مثل حقيقي لعملية التعاون العربي أو الخليجي أو الإسلامي نموذج مختلف وبالتالي لو بنية لو أخذ هذا النموذج وطبق في الدول العربية وفي الخليجية وأعتقد أنه في الخليجية بدأ بشكل يتبلور بشكل كبير هيكون هناك تعاون مختلف هذا رقم واحد اثنين استشعر قيادات في البلدين بمسؤوليتهم سواء على مستوى التاريخي أو على مستوى الحاضر والمتغيرات التي تحصل في العالم الآن تتطلب فعلا استشعر المسؤولية يمكن أن قالت في كلمة خادم الحرمين في القمة في البحرين وقالها اسمه أمير شيخ أمير الكويت بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة ويمكن اللي يعطينا مدلولات هذه العلاقة الكبيرة عندما يلتقوا الزعماء تحس بهذه الحميمية الكبيرة جدا سواء في بلادهم أو خارج بلادهم وهذا يعطينا إطمئنان أن المستقبل إن شاء الله إلى خير وإذا يحسن بإذن الله دكتور فهد الشليمي بالحديث عن الأمل السياسي المشترك الذي يشار له دكتور فهد وضرب أيضا هو مثل بحرب تحرير اليمن والتحارف العربي لدعم الشرعية في اليمن بمشاركة فاعلة وقوية ولا شك وأساسية من قبل دول مجلس التعاون الخليجي هذا يقودنا إلى سؤال حول طبيعة هذه الجولة التي قام بها ويقوم بها خدم حرمين الشريفين الآن إلى دول الخليج تزامنت مع نعقاد القمة الخليجية 37 في مملكة البحرين وضرورة تنسيق المواقف المشتركة التهتدات لا تأتي فقط من الحوثي في اليمن بل هي تأتي من النقليم بشكل عام صحيح قبل لا أجاوب سؤالك أبأقول لك على سالفة على طريق التنسيق تصل سمو ولي ولي العهد في وزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح بداية عصفة الحزم فقال له والله نبي دعم يعني مشاركة فوزير الدفاع قال إن شاء الله راح لصاحب السمو قال له طويل عمر دق على يتصل عليه وزير الدفاع قال له اشتنطر يعني قال له اشتنطر فيعني هذا يعني شوف الإجراء يعني بالآن وصلنا إلى مكالمة تلفونية وبدون أي تعقيد الآن نبي نوصل إحنا بدون مكالمة تلفونية يعني يكون فيه مقر موجود وتنسيق بحيث أن من يصير خطر على طول هذه القوات وهذه القيادات تتحرك بدون قطاء سياسي لأن المغطية غانونيا وسياسيا في مراحل لاحقة وبالتالي هذا اللي احنا نطمح له وهذا اللي الآن بادي نشتغلون عليه زيارة خدم الحرمين الشريفين كل ملوك السعودية لما يستلم أول ما يبدأ بزيارات دول مجلس التعاون الخليجي وبعدها ينتغل إلى زيارات الدول الغليمية وبعدها يتحرك إلى الدول العالمية وهذا ليش يعني مش شيء مستغرب لكن لظروف استعادة حرب استعادة الشرعية في اليمن وعاصفة الحزم تأخرت زيارة الملك سلمان لدول مجلس التعاون الخليجي والآن يعني بدأ هذا تلاحظ أن أزار دول مجلس التعاون الخليجي في فترة حلوة يعني فيها جواء كانت حلوة طبعا الجولة كانت مستمرة مو يعني يخلص من بلد يروح ويرجع عقب أسبوع لا فكان فيه نوع من التنافس بيننا حنا كدول تستضيف خادم الحرمين الشريفين كل واحد يبي يطلع أفضل ما عنده وكل واحد يبي يبرز في الإعلام فكانت بادرة حلوة شوفوا الإمارات يسووا شوفوا الغطرين يسووا شوفوا البحرين يسووا فحتى العوائل حتى وسائل التواصل الاجتماعي فتجد فيه تنافس لإبراز حجم المحبة والتقدير لضيف الخليج والمملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى وملوك المملكة العربية السعودية حقيقة يعني لهم تقدير واحترام من نوع خاص لذلك حتى لما الملك زار دول مجلس التعاون الخليجي لو تشوف ذكر الدكتور فهد نقطة مهمة جدا أنا دائما أتابعها في الإعلام البادي لانجوش تشوف الابتسامات والأريحية تشوف العيون تشوف التعاليم تديني هناك قبول وتوافق لو أخذيت معاي مشهد القمة لما البيان الختامي طلع لو تشوف الفرحة مع بعض ومعتبرين نجاح مش زي الدول الأخرى خلاص انتهى كل واحد قاعد وكان لا هذا يحب خشم هذا وهذا يسلم فكان تحس روح الأسرة الواحدة زيارات الملك جسدت أيضا الأسرة الواحدة مثال على الأسرة الواحدة عدد كبير منه مراء سعود مع الملك أبناء الملك السعودي اللي كانوا في الكويت موجودين مع وفد الملك يمكن حوالي ثلاثة واربعة مو يعدون أساميهم فنشوفهم نعم فنسمع بالتالي حتى هي زيارة عائلية فتلاقي الأسرة الحاكمة الأخرى أو الشوخ اللي في الإمارات أو في غطر أو في البحرين يقابلون الأسر الملكية وبالتالي هذا نوع من التعاون التعاون الحكم الاجتماعي أن الشوخ اللي موجودين في الكويت يتعرفون على الأمر اللي موجودين ويصير فيه ود لأن هؤلاء حكام بكرة واحد فيهم بيصير وزير أو بيصير أمير فبالتالي سهل العمل فتجد أن هناك علاقات أسرية كبيرة وفي فلسفة الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي علاقات الأسر الحاكمة أول شيء هي علاقات قبل أن تكون علاقات مصالح وعلاقات هي علاقات أسر أصولها قريبة من بعض أو مع بعض النسب وأيضا التاريخ المشترك هذه عوامل ما هي سهلة في العلاقات صعبة أنك أنت تتجاوز هذه العوامل تقول والله أننا المصلحة المشتركة قبل المصلحة المشتركة مرات دول الخليج تضحل بعضها علشان هالاحترام وهالتغدير وهالتاريخ المشترك ولهذا السبب تجد كل شيء بين دول مجلس التعاون الخليج يتسهل يتسهل مش بلجان تسهل في مكالمة أو استفسار مع وجود اللجان أيضا المشتركة الممبثقة غالبا من منظومة مجلس بناء على توجيه سياسي تنبثق هذه اللجان لكن في النهاية القرار تجد أنه أسهل وليس معقد مثل بعض الدول جميل كنا نريد الحديث عن التنسيق السياسي والعسكري وتضرق له دكتور فهد في جانب سنعود إليه أيضا فيما تعلق بالتحديات الإقليمية لكن دكتور فهد أيضا الشليمي وضعنا أيضا في أجواء هذه الاحتفالية المشتركة ما بين دول مجلس التعامل الخارجي حتى السعودين مع أخوانهم الكويتين وقبل ذلك البحرينين والقطرين والكويتين هم يفرحون بوجود مكسلمان على أرض الكويت أو قطر أو البحرين أو الإمارات دكتور فهد خلنا نضيف على ذلك أيضا الأوسمة التي تقلدها خدم حرمين شريفين خلال هذه الجولة تحدث عن وسام زايد تحدث عن سيف المؤسس تحدث عن وسام الشيخ عيسى بن سلمان في البحرين تحدث عن آخر وسام مساء البارحة من قبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دول الكويت حيثما قلد خدم حرمين شريفين وسام مبارك الكبير ما هي الرمزية التي تدل عليها هذه الأوسمة التي تقلدها الملك؟ في اعتقادي أولا ما حصل في جولة خدم الحرمين الشريفين لدول الخليج أولا ربزيتها عالية جدا الأوسمة التي تقلد فيها خدم الحرمين هذا إنما هي تعبير عن المحبة والتقدير والاحترام والحفاوة بزيارة خدم الحرمين الشريفين وبكل تأكيد عندما حصلت الجولة قد تكون تأخرت بعض الشيء لكن كانت ظروف الإقليمية والظروف المحلية تحتم إنها فاجت هذه الزيارة زي ما ذكرت الدكتور في وقتها المناسب وكان هناك احتفاء كبير جدا في جميع الدول التي زارها ابتداء من أبوظبي إلى قطر البحرين الكويت اليوم نحن في الكويت وأمس وبالتالي هذه الأوسمة إنما هي رمزية فقط للتعبير عن مدى وتقدير واحترامهم لهذا القائد العظيم أنا أعجبني بعض التعبيرات في بعض الصحف الكويتية وبعض الإعلاميين وأن الملك سلمان هو عمود الخيمة الخليجية لكن هذه الخيمة هم كلهم أعمدة الزعماء الدول الخليج حقيقة وهما أساس تطور وتقدم الخليج ولو ننظر الآن للخليج في هذه الظروف المحيطة والتغيرات التي تحدث في الدول العربية أو الإسلامية متغيرات جذرية جدا لكن دول الخليج لا زال متماسكين لا زالوا يعملون على قلب رجل واحد لا زالوا ينسقون على أعلى المستويات صحيح زي ما تفضل الدكتور نبو مكالم الترفون اللي يتفضل فيها وأشار إليها الأمور كلها تحركت يعني ما فيها ذاك الروتين لكن في المقابل هناك عمل مؤسساتي حقيقي يتم الآن من خلال مجلس التعاون أو من خلال الدول مع بعضها بحيث أن هذا العمل لا يستطيع أثر عليه أي شيء يعني ليس متغير الأشخاص مع تغير الأشخاص أن يتغير وبالتالي وبالتالي دول الخليج أعتقد أنها تخطو خطوات الآن رائعة الأروع من هذا كله إن استشعار المسؤولية استشعار الظرف استشعار للوقت الحرج لتمر فيه المنطقة الآن والدول العربية وأغلب الدول العربية الآن للأسف الشديد اللي نشاهده في سوريا ولا نشاهده في ليبيا ولا نشاهده في العراق ولا نشاهده مرعب اللي بيصير في مخاف كبير بيصير في الدول العربية في تغيير جذري بيصير دول الخليج لزالة متماسكة عندها مصادر قوة رهيبة جدا وبالتالي لا بدنا نتركز على مصادر قوة واحد من مصادر قوة العلاقات الأخوية اللي تربط هذه الشعوب الاقتصاد القوي وليس نحن لا نراهن فقط على الاقتصاد ولكن نراهن على علاقاتنا نراهن على عمالنا المؤسسي نراهن على التنسيق المستمر نراهن على علاقاتنا الدولية يعني الآن لما يكون هناك موقف سعودي كويتي موحد أو سعودي أو خليجي موحد بكل تأثير وجود وزيرة رئيسة الوزراء البريطانية في الاجتماع أنا يعني أعرف بعض ما حصل يعني خلف الكواليس شي رائع وموقفها وأنها أكدت أن أمنها أو أمن بريطانيا من أمن الخليج هذه المواقف ويمكن الدكتور ذكرها لما تكرأ الوجوه والسعادة بالمواقف هذه لو لم يكونوا متحدين بهذا الشكل لما حصلنا على شي من هذا المطلوب والمأمول أكبر هذا صحيح الخطر أو المخاطر موجودة لا أحد ينكرها لكن يتطلم منها أن تستمر هذه العلاقة الأجمل من هذه العلاقة أنها انعكست ودائما هذه الثقافة عندما تكون من الرأس تنعكس على الشعوب يعني أحس أني أنا والدكتور فهد وكأن أخوان في نفس المدينة في نفس هذا بنعشيك الليلة وانا وانت قل طيب دكتور عندك تعليق عن الأوسمة الرمزية التي يتحملها والله دائما الأوسمة تعبر عن التقدير في عرف الدول لما يعطونك والأوسمة درجات يعني الأوسمة التي منحت لخدم الحرامين الشريفين لطول بامرة هي أعلى أوسمة في هذه الدول وهو يستحقها الحقيقة وأيضا تعبر عن التقدير للدور السياسي والدور العسكري لأن عموما الأوسمة هي تغليد عسكري يعني في الباكراوند وانت عسكري سابق فدائما تجد عسكريين فالأوسمة هي تغليد عسكري كانوا يغلدون العسكريين وسام الشجاعة إلى أن تطور هذا الموضوع وبدأوا فتغليد خادم الحرمين هو تعبير عن التقدير لقراره وشجاعته في اتخاذ القرار وحماية الحقيقة الأمن الخليجي عبر عمليات أصفة الحزب جميل طيب الدكتور أيضا فإن أشار إلى مصادر القوة التي تملكها دول الخليج واحد من مصادر القوة هذه القوة الاقتصادية التي تجمع دول الخليج وهي مؤثرة على مستوى الاقتصاد العالمي القوة العسكرية أيضا التنسيق المشترك القرار السياسي الموحد لدى دول مجلس التعاون الخليجي ورغم كل ذلك دول الخليج ليس لها أطماع في الإقليم وفي دول الجوار هي تسعى للسلم والأمن الإقليمي والدولي ورغم ذلك تواجه أيضا بتحديات من الخارج لعل من أبرزها التحديات الإيرانية أو التدخلات الإيرانية كيف أصبح هذا التلاحم الخليجي درع أمام هذه التدخلات وهذه الأطماع مصادر القوة الخليجية أولا التلاحم والوحدة الشعبية والمشاركة فتلاقي حتى الشعب يتعاطف مو بس الغرار السياسي حتى جمهور يتعاطف معي شي لما تم اطلاق الصاروخ محاولة اطلاق الصاروخ على مكة المكرمة تشوف الشعوب هنا عندنا يعني زعلت يعني وتفاعلت مع الموضوع لما بدأت عمليات عاصفة الحزم تشوف الكتاب الصحفين تشوف الشارع يجب أن أن نقف ويجب أن نردع هذه الأطماع لأن نأتي إلى القوة الاقتصادية في رؤيتكم في المملكة العربية السعودية في 2030 مع الإجماع الخليجي والتوحد راح تعتبر دول مجلس التحاول الخليجي القوة السادسة اقتصاديا في العالم وهذه نظرة أيضا جميلة جدا أنك أنت تعرف أنك إذا توحد وصلت إلى 2030 أنت راح تكون الاقتصاد السادس في العالم وهذا يشجع هذا أحد مصادر القوة مصادر القوة الأخرى قوة روحانية أنت عندكم في المملكة العربية السعودية الديار المقدسة مليار ونص مسلم يتجلها وبالتالي أنت عندكم القوة الروحانية القوة الكبيرة وأيضا نحن في هذا الإقليم فاللي شوفنا من بره يعتبرنا كأننا جزء من إقليم الأراضي المقدسة بالإضافة إلى قوة التأثير دول مجلس التعاون الخليجي تمارس لها سياسات جميلة جدا الإمارات لها علاقات كويسة مع فرنسا نحن علاقات مثلا مع بريطانيا السعودية مع أمريكا مع ألمانيا بالتالي هذا الجهد الجماعي وهذا التأثير السياسي راح يأخذ شكل أكبر وأقوى أدلل على كلامي في القمة التي سكانت في السعودية كان رئيس الفرنسي موجود ضيف صحي الآن ليش جاء هو يجون عشان مصالحهم لأنه يعلم أن هذه الدول فيها فائدة كبيرة لدولته والتعاون معها سوف يعود عليه بالفائدة تريزا مي رئيسة وزراء بريطانيا ليش جت لأنه عندها مشكلتين عندها أنها خرجت من الاتحاد الأوروبي وعندها تريد أن تقوم بالاستثمارات إحنا ليش غابلنا إحنا غابلنا لأنه في قانون قاستا راح يسببنا مشاكل احتمال يسبب مشاكل وبالتالي لا نريد أن تكون أيدينا أو ذرعنا يلونه لأنه في 1.7 تريليون استثمارات قطاع حكومي وخاص خليجي وبالتالي تنويع مصادر الدخل هذا أيضا شيء مهم إذا نحن نتحدث على إمكانيات ضخمة وأيضا في نقطة أننا الإقليم الأكثر استقرارا في الشرق الأوسط لما جرى بيع العربي الشرق الأوسط الكبير عصفت فيه الرياح تركيا جزء من الشرق الأوسط الكبير باكستان جزء من الشرق الأوسط الكبير إحنا شعوبنا كانت ذكية الحكام كانوا حكماء يعني إحنا عندنا في الكويت صار عندنا شوية مظاهرات وتم الحقيقة يعني التعامل معها بهدوء إلى أن الآن درت الناس أنها غلطانة والبحرين نفس العملية وتمادوا إلى أن تدخلت درع الجزيرة وبالتالي كانت رسالة واضحة لأن البحرين تحريض خارجي وليست من الداخل إذا نحن نتحدث على إمكانيات متكاملة قدرات نشوفها بعيوننا نحتاج أن نحن نعطرها ونقننها ونندفع فيها فأعتقد هذه كلها مصادر قوة عند دول مجلس التعاون دكتور فهد منطقة الخليج تقريبا هي المنطقة الآمنة لا نبالغ دقنا الوحيدة في المحيط في الإقليم هي المستقرة أمنيا عسكريا واقتصاديا كذلك تحديات أكبر تواجهنا نتيجة لذلك التحديات دائما موجودة وإذا أنت أبعود للنقطة الأولى أن أكثر الدول استقرار الجزء الأهم في استقرارنا هو الجانب الأمني حقيقة هو صمام الأمان الاستقرار اللي بيحصل موجود فيه استقرار التحديات صعبة يعني بصدق هناك تحديات سواء على مستوى المحيط لأن محيطك كله غليان اثنين التأثيرات الخارجية والمتغيرات الدولية أحد التحديات الكبيرة التي تواجهنا التحالفات الدولية الآن التحالفات واضح أن هناك تغير في التحالفات وبالتالي أعتقد أن دول الخليج استشعرت هذه الجزئية وبالتالي قررت أن يكون الاعتماد الرئيسي على دولها في المقام الأول القوة تكم من الداخل إذا كان عندك قوة داخلية حقيقية وفي تكاتف وانسجام وتنسيق تفرض رأيك وتفرض قوتك على الآخر مهما كانت التحالفات ومهما اختلفت التحالفات التحالفات ذكر الدكتور قوة أو دول مجلس التعاون كل دولة وقوتها لكن هذا لا يكفي من الواضح أن المتغيرات سريعة الخطر لا زال هناك خطر لكن أنا أعجبني العنوان الصحفي الذي ذكره الدكتور الذي هو الحكام حكماء كانوا حكامنا حكماء حقيقة هذه الجزئية لازم تقرأ بطريقة مختلفة أن الحكمة في التعامل مع هذه الظروف يمكن واحدة من الأساسيات للتعاون الذي حصل بين دول مجلس التعاون هناك من يطالب أن يكون فيه اتحاد في مجلس التعاون أعتقد الخطوات التي تتخذ هي سهل هذه المهمة لكن الأسرع وأهم أن يكون هناك تنسيق في وجهات النظر الخارجية والداخلية أن يكون هناك تنسيق في الجانب الاقتصادي استخدم مصادر قوتك في التأثير على الخارج المخاطر موجودة لا يوجد أحد يشك القلب العالم العربي هذا دول الخليج هذا القلب هو القلب النابض وبالتالي هذا القلب لا نتمنى أن يمس بخطر إن شاء الله وبالتالي وهو عليه مسؤولية أخرى أنه عليه مسؤولية أخرى أنه يدافع عن هذه الدول الأخرى هو لا يدافع عن نفسه هو يدافع عن المحيط كامل هو يحاول يساعد ويضغط بجوانب السياسية والاقتصادية كل ما عنده من علاقات في أنه يخلق نوع من الاستقرار وأنه يبعد التدخلات الخارجية في بعض الدول القريبة ومنها إيران على سبيل المثال وهي أكبر دولة محرضة وتعمل على زعزعة الأمن الخليجي تعمل لها أطماعها ولها نفوذها وتحاول أن تحيط بدول الخليج بطريقتها بطريقة أخرى دول الخليج لما عنده تكاتف والتعامل استطاعت ان تدحر هذا إلى حد ما وانتوقف الإيرانيين في حد معين لكن لا يعني بأي شكل من الأشكال أن الخطر زايد لكن اللي يطمن في المرحلة أن الأمور تمشي بتنسيق كبير أنا أعتقد واحدة من أهم الزيارات التي حصلت في الفترة الأخيرة هذه هي التنسيق والتأكيد على أواصل العلاقة والأمنية والسياسية والاقتصادية وهذا المأمول في أنه انتهدأ المنطقة تأخذ وقت هذا قد تأخذ وقتها لكن إذا كان القاعدة قوية فكل شيء بعدها يدور حول هذه المحور لا شك دكتور يعني أريد تعليقك على ما ذكره دكتور فهد أن دول الخريجة تبحث عن أمنها فقط هي تبحث أيضا عن أمن الأقليم يدلل على ذلك أيضا توافق الرؤى فيما يتعلق بالمناطق الساخنة في الأقليم فيما يتعلق بالعراق وضرورة أن يكون هناك حكومة عراقية وجيش عراقي يعني يمثل كل العراقيين ما يحدث في سوريا كذلك والتوافق الخليجي إضافة أيضا إلى الشأن اليمني هذا التوافق أيضا سيكون له دور إن شاء الله في حيحلة هذه الأزمات ممتاز بس قبل هذا سألنا بعد سؤال قبل أن تنتهي الحلقة شنو نتبه الشعوب الخليجية عشان نقدر بعد نتحدث عنها إذا سمحت بإذن الله أول شيء التهديدات اللي علينا احنا عندنا تهديد الإرهاب وداعش وبالتالي جاري التعامل معه عندنا الفكر المتطرف وبالتالي جاري التعامل معه عندنا الفكر المتحرر زيادة عن اللزوم وبالتالي بادي الآن النصح فيه لا نأتي إلى الإرهاب المدعوم من الدول فيه إرهاب أيدولوجي وفيه إرهاب مدعوم من دول أخرى وهذا أيضا لحمال إن شاهده إن شاهده في العراق وإن شاهده في دعم نظام الملالي وخليني بس صحيح مش الإيرانيين نظام الملالي في إيران الإيرانيين شعب طيب لكن النظام اللي عليهم سيء نعم صراحة وهذه تهديدات أيضا هذا كتهديدات أمنية الجريمة المنظمة المخدرات هذه كلها أمور يعني أعطيك مثال الله يكونوا بعونكم في السعودية عندك عمليات عسكرية في الحد الجنوبي عندك تهديدات في الحدود الشمالية من قبل بعض الحجد الشعبي واللي يهددون عندك مكافحة إرهاب القاعدة وداعش عندك مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تجارة البشر تأمين الحجاج تأمين المعتمرين يعني إذا بنعطيهم مسام بنعطي الأخوة اللي في السعودية على حقيقة على الجهد اللي قاعد نشوفه ويبدلون هذه هي التحديات الآن دول مجلس التعاون الخليجي عندها اتفاقيتين مهمة نحن عندنا الاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب وقعتها الدول كلها وتم اعتمادها حتى في الكويت في الكويت صار عليها كلام إنها غير دستورية وإلى أن تمت الموافقة عليها وصلوا مجلس التعاون قالوا للكويت هذه الاتفاقية اكتبوا اللي تبونه هاتوا فصاغوها وتم الاتفاق عندنا الاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب مهمة جدا هذا في تاريخ الأمن الخليجي وهي الآن اللي انطلق عليها وقضاها تمرين أمن الخليج العربي واحد اللي صار في البحرين وأثنى عليه بيان القمة يعني تحدث عنه صراحة النقطة الأخرى بالنسبة للتعاون العسكري احنا عندنا تعاون عسكري جميل ترى في دول مجلس التعاون الخليجي يعني منظومة التسليح متشابهة المطارات الصيانة هذه كلها أشياء تحد من الأخطار الآن احنا حماية الدول مش بالضرورة نبعث لها وحدات احنا قاعد نبني دول أكثر دول مانحة ومتبرعة هي دول مجلس التعاون الخليجي ميزانية الجامعة العربية يعني جزء كبير من الميزانية التبرعات أعلى عمل خيري أعلى أرقام ومبالغ في العمل الخيري من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مشاريع لدعم الأخوة العرب والمسلمين تطلع من منطقتنا شوف المشاريع في الدول المجاورة لنا يعني واضحة عندك الهلال الأحمر الإماراتي يشتغل شغل جميل جدا في جنوب اليمن وفي اليمن عندك مركز الملك سلمان ودعم الإنساني الهلال الأحمر الكويتي كمان بدأ يتحرك عن عندنا إذا نحن نتحدث على جهد إنساني في القوة الإنسانية أنك أنت تقوم بجهد إنساني الكويت تم تصنيفها مركز عالمي للإنسانية وأميرها بطل إنساني إذا نحن نتحدث على جهد إنساني مش بس جهد أمني وعسكري الثروة اللي عندنا ما خليناها قاعدنا نساعد فيها تشمعه أنت عندك 2 مليون يمني أو أكثر أنت عندك 2 مليون من الجنسية المصرية في السعودية فقط اللي يعملون في السوريين 2.5 مليون سوري أنت هذه الناس لما تعمل تأخذ فلوس تودل عوائلها إحنا عندنا هنا في الكويت الأرغام نفسها بس طبعاً ما اختلاف النسب لكن دول مجلس التعاون الخليجي هي مصدر حياة للدول الأخرى ونحن فخورين بذلك لا نتباهى فيه ولكن فخورين حجم التحويلات اللي يطلع بالمليارات لمن؟ لعائلات الناس اللي تعمل عندنا حتى الفنيين اللي الآن أمامك وقاعد يصورونا الآن فلوس اللي يأخذونها يودونها لأهلهم بالتالي إحنا الحمد لله يعني مصدر خير وبركة وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى الزكوات الجمعيات الخيرية فيه جهد رائع بس إحنا ما قاعد نسلط عليه لسبب بسيط لأن فلسفة العمل الخيري والعمل الإنساني والعمل حتى الحكومي لا نريد أن نتباهى بينما في بعض الدول الغربية لو يعطيك خيشة تطحين يكتب عليها ويحط عليها عالم الدولة ويقول هذا من المكان الفلاني وجهود هذه هي من تخفف حالة الأمن وحالة الاحتقان اللي عندنا تحيد العدو الآن ندخل فيه مشكلة بس قبل أنهي مشكلة نظام الملالي في إيران إحنا عندنا مشكلة مع نظام الملالي لا أحد يريد الدخول في أي مشكلة مع إيران بل على العكس كل بيانات دول مجلس التعاون الخليجي تحث على التعاون وإستجابة إيران لعلاقات حسن الجوار وهذا شيء واضح جدا لكن أنت مرات إذا الشخص أو الدولة هذه أو هذا النظام فيه دستورة يحث على التدخل مادة 153 من الدستور الإيراني مساعدة الشعوب المستضعفة هذا تدخل إذن إحنا أمامي لازم هذا السلوك لازم نغيره بحد إحنا ليش ما نتدخل بأسلوب أو بآخر عشان هو يعرف أنه هو متجاوز وهذه فلسفة لكن المشكلة يعني منظومة إدارة الدول بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي ما عندهم هذا النفس أنه يتدخل داخل في الدول الأخرى لكن أنا منظوري كمنظور أمني أنه مثل ما يتدخل نحن نتدخل لكن لو تلاحظ دكتور أن الإيران تتدخل ليس من خلالها هي كدولة بل من خلال الميليشيات التابعة لها وتدعم هذه الميليشيات سواء الميليشيات في سوريا العراق أو حزب الله أو كذلك الحوثي في اليمن هذا الأمر غير موجود دكتور فهد يفترض إحنا مراحل متقدمة من العمل في مواجهة هذا النظام نحن أيضا نسعى أو بنفس الطريقة لكن هذا العمل غير موجود أو هذه الفلسفة غير موجودة لدى دول مجلس التعاون الخليجي التدخل في شون الغير بل هي تحصن الجدار المنيع لهذه المنظومة الخليجية ضد نظام الملالي وغيره أنا أعيد على فكرة أخوي دكتور فهد أنا أعيد منهج التدخل لأن هذا النظام لا يتعامل معك بنظام القانون الدولي وهذا وجهة نظري أنا كمحل الأمن تعليقك دكتور في هذه الجزية قد أختلف شوي مع الدكتور لأنه هو في البداية كذكر أن دول الخليج هي مصدر أو تبحث عن السلام وحقيقة ليس لها أطماع في التوسعات الخارجية ليس هناك أطماع وهذا واضح ومعلن ولا أحد يزايد على هذا القضية لكن الدفاع عن أمن الخليج ضد الأطماع الإيرانية هذا أنا أتفق أنه أمر مشروع ولا بد من تصدي له بقوة وبحزم وأعتقد هذا ما تم أنه هناك خطوات حقيقية لأنه كشف الغطاء يعني كشف شال الغطرة كشف كل هي كانت واضحة وموجودة ولكن لم يتم الآن علنا يعني بيحاول أنه يتدخل في كل شؤون دول الخليج لا يمنع إذا كان لك أنت أطماعك في أشياء أخرى حق لك مشروع لكن إن أنت تدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج لا يعقل يعني لا يستطيع أحد أن يسمح لأحد حتى وإن كانت دولة صديقة كمان يعني لو مثل السعودية تدخل في الشأن الكويتي وهما أقرب إلى التلاحب لن يسمح أحد للآخر بذلك فكيف بدولة تبحث عن هدم الأمن والاستقرار الخليجي فأعتقد أنه أمر طبيعي أن تدافع عن نفسك هناك وسائل مختلفة للدفاع هناك أنك تستطيع أن تتعامل معهم بالمثل في وسائل أخرى تستعامل معهم بطريقة سياسية تستعامل معهم بطريقة اقتصادية تستخدم كل أدواتك في الدفاع عن ممتلكاتك عن جغرافيتك الموجودة لكن وأعتقد أن دول الخليج في الفترة الأخيرة تعمل بهذا الإطار وبقوة لا زال التدخل الإيراني يعني واضح وصريح يعني يتدخل في أمور يعني من الصعب يعني بعض المواطنين إذا قلنا عن الشيعة الموجودين في بعض دول الخليج هم مواطنين خليجيين وبالتالي هم ينتمون إلى هذه الدولة لا ينتمون إلى النظام الإيراني ولغيرها أي ولكن التدخل الإيراني فيهم هو ما يسبب هذا الزعاج المستمر طيب يعني هذا الأمر أيضا يستدعي كذلك العمل على المستوى الدولي الدول المؤثرة التي أصبح بعضها يرى في إيران منق وصديق ولكن يرى في إيران مؤثرة في إحلال السلم والأمن في المنطقة ربما الولايات المتحدة على سبيل المثال من ضمنها بعد الاتفاق النووي على العكس من ذلك وأنت حدثت أنت دكتور فهد مشاركة وزيرة ورئيس الوزراء البريطانية تيريزي مي في القمة الخليجية هي ذكرت إيران صراحة لن نسمح بأي أمر يهدد أمن الخليج أو التهديدات الإيرانية ذكرت إيران صراحة هذا أمر إذن نتحدث عن عمل على المستوى الدولي واستشعار دول الغربية دول عالم للخطر الإيراني في المنطقة وليس فقط للخليج التاريخ الإيراني يعني واضح وتدخلاتهم وأعمالهم الإرهابية والبحث عن أبدال الاستقرار وزعزعة الأمن في الدول العربية وفي الدول الإسلامية موجود هذه ما يحتاج لها شواهد والعالم يعلم ذلك يعني كثير من العالم يعلم ذلك لكن التحالفات العالمية والضغوط الدولية اللي بتصير وتغيرات أحيانا أنت حطها أو هما يوثلوا أنفسهم في هذا أنهم هما من يكونون يبحثون عن السلام أو هما يبحثون عن الاستقرار وهذا الكلام يعني مغالطة لكنها مغالطة مكشوفة يعني ومغالطة الجميع يستشعر ويعرف هذا الكلام لكن حقيقة الأمر أنت لما تبحث عن العمليات الإرهابية لما تبحث من وراء كل المشاكل في الدول العربية من تبحث عن المشاكل يحصل في اليمن في سوريا في لبنان من وراءها المنشيات الإيرانية صحي وتدخلتهم وأذرعتهم في كل مكان وبالتالي هذه يعني مقولة أو مدود عليها الدول حتى الدول العالمية قد يكون في ضغوط أو في مصالح مختلفة لكن أنت لا تبني قراراتك على ما يرغبون لكن ابنها على قوتك أنت في البداية كدول خليج جميل وهذا مغالطة البداية وهذا أعتقد ما العمل يعني يسير في هذا الاتجاه جميل دكتور فهد نعود إلى الأمر الذي أردت أنت الحديث عنه يتعلق به ماذا تريد شعوب الخليجية من قادتها قادة دول مجلس التعاون الخليجي وهم يلتأمون في هذه الزيرات الثنائية في لقاءهم الدوري في قيمة مجلس التعاون الخليجي دائما الحديث حول تطلعات الشعوب وحول قدرة دول الخليج كمنظومة خليجية واحدة على تحقيق تطلعات هذه الشعوب أنا بس أعلق الدقيقة بس على أخوي الدكتور فهد ليس لدينا مشكلة مع الشعب الإيراني كخليجيين نعم ودينا على ذلك هذا نحن عندنا مواطني شيعة يزورون الأماكن المقدسة اللي عندهم مناق ويقومون بالزيارة ونحن عندنا مشكلة مع النظام الإيراني ومشكلتنا مع النظام الإيراني في الدبل ستاندر الخطاب المزدوج نعم وزير خارجيتهم يقول كلام جميل جدا عن التعاون والحراس الثوري يعمل خلايا تجسس إحنا ماسكين ثلاث خلايا خلال الفترة اللي طافت وفيها حكام قضائية في المملكة نفس العملية في البحرين إحنا معقول الدول هاي تشتكي من فرق لا هاتشتكي من فرق في محاولات لتقويض النظام عندنا ويعني تقويض البلد هذا شيء غير مقبول ولا يمكن أن نقبل فيه نجي إلى مصالح الدول الكبرى ترى بريطانيا وأمريكا هذه لا مصالح لا شك هذه مو علشان سواد عيون نجايين هذا وبالتالي هنا نتعامل معهم بلغة المصالح والمصلحة المشتركة واسلوب التعاون هو لما يقول يدين إيران هي تعطينا كلام اللي احنا نبي نسمعه لكن احنا نريد الأفعال بريطانيا ليست بذات القوة العسكرية ذات التأثير التي تستطيع أن تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور فهد قال كلمة حلوة احنا ليش نصير رهينة لهذه الدول احنا ليش ما فعلا نبني قوات لنا تحفظ السلم والأمن وننسق أكثر ليش دائما احنا نطلب من أمريكا ونطلب من احنا الدول قوية لكن لا ما نعمل التحالفات الدولية التحالفات الدولية في الأساس هي لمنع نزاع وليس لخلق نزاع وجود الولايات المتحدة في المياه هو لمنع الاحتكاكم لأنه إذا ما فيه ضابط هو يطلق عليك الاني وانت مضطر انت ترد على مصدر ان ايران وصار نزاع لكن وجود هذه القوات الاجنبية كممر دولي تستوجه رسالة تقول ترى مو على كيفكم هذا الممر المضيق عمر بن الخطاب هذا مو على كيفكم هذا المضيق مضيق دولي وهذه هي السياسة بالتالي احنا لازم نشوف مصلحتنا في قدراتنا الذاتية مع الاستثمار والتعاون بريطانيا عضو في مجلس الامي بريطانيا رات مجلس الامن يتم صياغتها ترى البريطانيين يصيقونها كم يعني فهذا بالتالي انت تستفيد منهم تستثمر مع الفرنسيين ومع الصينيين صحيح لكن لا نريد ان نكون عرضا لهم لان نأتي الى ما نبي احنا كشعوب خليجية ما نريدها اول شي انا كمواطن خليجي اريد اطلع من بيتي ما اوقف بأي مركز حدودي في دول مجلس التعاون الخليج على طول ثانيا انا بياجدد جوازي في ان شاء الله بسفارة البحرين ولا بسفارة اعمان ولا بسفارة سعودية بدون ما امر على سفارتي بالتالي يصير فيه ديتا لينك المعلومات ثالثا جواز خليجي موحد رابعا طريق الربط الاستراتيجي ابي الموظف اللي موجود في الدمام او يعمل يسكن في الكويت وشغله في الدمام وشاركته في الدمام نبي قطار اللي يسمونا البولتس ترين اللي يمشي 350 كيلو متر في الساعة هذا موح مستحيل هذا شفناه في فرنسا شفناه في اليابان موجود وحتى بتحطه لامارات نبي هذه القطارات بحيث الرجال او المرأة الطبيب او الطبيبة المهندس او المهندسة اللي في الدمام تداوم عندنا وتخلص شغلها وترجع لها لها هذه نبي تعديل التركيبة السكانية هانا شك واجيب ليها لجانب هذه وخليها تشتغل ليش ما سوي احلال خليجي ليش ما يصير فيه خلجنه للوظائف انت تحدث دكتور عن مرحلة ما بعد الاتحاد لا لا عبدا يعني هل من الانتان لا لا طريق الربط الاستراتيجي موجود هذا وتحدثوا عنه في مؤتمر الغمة حطوا توحيد المناهج الدراسية موضوع هذه كلها مقررات هذا المواضع خليجي يبي جواز خليجي موحد واذكر احد الاخوة كان في لقاء معاكم من الاخبارية قال انا شاهدت الجواز الخليجي الموحد في وقت جميل الحجيلان لما كان امين عام مجلس التعاون الخليجي نبي نرفع علم الدولة وعلم مجلس التعاون الخليجي هذه الامور تقرب الشعوب اكثر هذه اللي طبعا هما سمحوا بحق التملك وهذا شيء رائع ايضا تسريع مو شرط يعني تكون هناك الوحدة الاندماجية بين يوم وليلة لا لكن هذه اجراءات المواطن الخليجي يفتخر فيها طيب مع مطالبة هذا المواطن الخليجي بما ذكرها دكتور فاد الشليمي لا نمكر ان هناك تحفظات لدى بعض الدول تحفظاتها لها اسبابها الخاصة اسبابها الداخلية ربما وهذا الامر يعني يحتاج مزيد من النقاش مزيد من العمل لحوى هذه الامور هل طغت التحديات الامنية بالنسبة لدول الخليج عن الحديث عن مثل هذه الامور والتنسيق وحديث المباشر والصريح بين الدول لاذابة هذه التحفظات اولا امتداد الكلام الدكتور عشان ما عيد هذا فالمطالب مشروعة هذه المطالب لكن لو راجعنا ماذا تم حقيقة تم الشيء الكثير يعني في الفترة الامور في التواني الاقتصادية غالبا فانا اللي من وجه نظري الشخصي يعني هناك اولويات في التعامل في التعاون يعني ونبحث عن الاولويات اللي تساعد على الاتحاد اللي تساعد على تحقيق كل المطالب اللي اي مواطن خليجي يطالب فيها اللي هي سواء في الجواز الموحد سواء بالتنقلات التملك اللي هي موجودة الآن وانا يعني اعتقد انه العامل الاقتصادي هو من يقود السياسة الآن يعني عندما تركز على ان يكون هناك تنسيق اقتصادي كامل في التعاملات ويكون هناك مصالح بين الدول الاقتصادية وبالتالي هذا العامل هو من يجذب السياسيين وراء الفوائد اللي بتكون العوامل بين الشعوب الخليجية هناك فيه تنسيق لكن يحتاج الى تنسيق اكبر يحتاج الى تنسيق فيما خص الطاقة يحتاج الى تنسيق فيما خص وضعنا في الاوبك في البترول على سبيل المثال يحتاج حتى لماذا لا يكون هناك تنسيق مشترك في احنا اكثر دول يعني تشتري الاسلحة على سبيل المثال لماذا لا يكون هناك وحدة وحدة تشتري تكون هناك تأثير اكبر تستطيع تأخذ بأسعار افضل تكون لك اولوية افضل في مجال الطيران في مجال الطيران المدني في اشياء كثيرة فالمحور الاقتصادي اعتقد انه محور محرك لكل ما نريد كشعوب تحقق الكثير لكن الجانب السياسي احيانا بيسبق لكن انا اتمنى ان من يقود هو الاقتصاد وليس السياسة بإذن الله تعالى نشكرك شكر جزيلا للدكتور فهد العقرار رئيس الحريص صحيفة المدينة شكرا جزيلا لك شكرا ايضا للمتد لدكتور فهد الشليمي رئيس المنتد الخليجي للامن والسلام شكرا لحضوركما وشكرا ايضا لتواجدكما معنا في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث الان نلقاكم مشاهدين العزاء في حلقة قادمة وتغطيات مستمرة ايضا فيما يتعلق بزيارة خدمة حرمين الشريفين الى دولة الكويت الشقيقة في نشراتنا وبرامجنا القادمة دمتم في رعاية الله